موسيقى السلام عليكم حبيباتي كديري اللباس حيحة باخير نتمنى إن شاء الله تكونوا بأفضل الأحوال معكم هودا من قناتكم لأول مرة تشوف القناة ديالي تدر أبوني وتفعلي زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا وشكرا بساف على تطبيقاتكم ولا تشجيع ديالكم بالنسبة للوصفة ديال اليوم فغتكون عبارة على الكيكات الكورية اللي طلعين تون دونس دا بهد الأيام صراحة يعني استاهلوا كي جيوزوينين يعني أي حاجة صغيرة كي جيزوينة وكذلك يعني بالنسبة تخدموا بهم يعني تبدو بهم مشاريع فهدو الصراحة مناسبين جدا وما فيهمش بزاف ديال المقادير وكذلك مطلوبين فخليكم معايا أنا غن نحاول أنني نشرح لكم كل شي المراحل خطوة بخطوة صراحة راح ساهلين ما فيهمش تشي حاجة لمعقدة وكذلك الكريمة اللي اختارت ساهلة وكجيل ديدة بزاف فخليكم معايا دا بنبقوا مع المقادير والطريق أول حاجة غن بدأوا بها هي تقطع ديال الجينواز أنا باش ما نطولش لكم لفيديو ديجا وجدتها غن بدون نقطعها بقطع قياس اللي بغينا احنا فبالنسبة لبنات اللي ما تفرجوش في الفيديو ديال لابيوش اللي حتيت فيها لجينواز فهي الاجينواز العادية ديال 4 البيض 120 جرام ديال سانيدة 120 جرام ديال دقيق وجسة شياس ديال فاني كنطربو البيض مع سانيدة عادية حتى كي يطلع وكنزيدو الدقيق ديالنا فوكندخلو الفران فهديا هي الطريقة ديال الجينواز ودابا غن دوزو الكريم بعد ما نقطعو عاد الاجينواز ديالنا كله فبالنسبة للكريمة فغنحتاجو 400 جرام ديال الكريمة قجدة طارية تكون نسبة دهون دي فيها 30% الفوق عندنا 300 جرام ديال جوب الابيض اي نوع جوب الابيض مصفر عندكم فقط ما يكونش مالح 100 جرام ديال سانيدة وجوج معلق ديال الفاني السائلة بالنسبة لطريقة فهي سهلة غن ناخدو الجوب ديالنا واللول غن نزيدو عليه سانيدة والفاني ونطربوه يعني حتى كي يندمج لنا ذاك الجبن مع ذاك السانيدة كي بدا يدوب سانيدة ديالتنا الدوب مزيان عاد من بعد غن دوزو دابا الكريمة قجدة طارية غن نطربوها حتى هي شوية بشوية حتى كتطلع علينا خصتها تطلع مزيان يعني تقبط فراصها مزيان حيث منين غن نزيدو لها الجبن دائما هاد المعلومة القجدة طارية لازدنا على الجبن كيتهبط شوية يعني ما كتبقاش بداك القاوام بحل زبدة فاداك شيلاش خصنا نطربوها مزيان من اللول غنستمرو على هاد الشكل هاد حتى كتدخلينا ذاك عنقسمو على جوج ندر الجزء اللون حاولو نخلطوهم مزيان يدخلينا ذاك الفخوماج في القشدة طارية عاد من بعد كنزيدو الجزء الثاني فالصراح هاد الكريمة كتجي لديدة كتجي خفيفة تقدر انتم تكتافيوا بالقشدة طارية فقط ولكن انا كيجبني ذاك الماضاق ديال الجوب الأبيض كيطيها كتاوح الاختلافين كنخرجهم ذاك الماضاق ديال القشدة طارية فقط صافي هنا هندوثوا الحشو ديال الكيكات ديالنا ولا ليميني قاتو ديالنا اخذت لها جنواز سقيتها بشوية ديال السيرو اللي درت سيرو عادي بالسكر ورميت فيه واحد شوية ديال الفخيز والفرمبوز فقط لبشيط الماضاق تقدروا تكتافيوا بالفاني درت شوية ديال الكريمة أنا هادي درت فيها شوية ديال الفخيز انتم ما كيبقى لكم اختيار شنو بتوفر عندكم انا الكريمة ديال الجبن aper who가 معها الفخيز يعني اخيح Bless again خوة يعني هش حاجة كbiesعطاها شوية ديك الفخيز شغ كل الافتي لا توفر المادق دائما ديالفخوي مع الكريمة اللي فيها اarella فهادي انا درت فيها الفخيز كين اللي غنذرون معاديين بلا صنه فخوي بلا فخوي بلا والو وكين اللي غنذر فيها الفخو بواد زيني tolerância انتم ما كيبقى لكم انا اعطيتكم هاتا الاكزامبل ديال هادي حيث لا نصور كل حشو ديال كوش الكيكاس باش ما تجينيش الفيديو طويلة بزاف صافي كان بقاوها كنعمروا دوك الجناب صراحة هدو الحشو ديالهم سهل جدا على القطوة الكبار إنها ما كيبغوش في نيسون لتكون متقونا بزاف بحل كبيرين كيبان أي ديفو أو لأي حاجة كتبان فيه فهدو الصراحة كيجوا سهلين أنا هنا درت ربع ديال الطبقات حيث لجين وزعن دي رقيقة إلا عندكم سمالة جينواز غليظة يعني كتديرو شي شكل تلاجينواز غليظة أو لادرسوا في شي مو صغير فديرو اكتفيو بتلسة ديال الطبقات باش ما يجيش الميني قاتو طويل بزاف صافي كان بداون نليسونها كان ملسوا ديال الطبقة من الجن كان حيدو دوك الحفيرات اللي كيكونوا هكا بالجن بودا كان عمروهم وكان ليسون وكان دخلوه لتلاجة كان دخلها لتلاجة حتى كتشت فرصها باش نبدو المرحلة ديال ديال فهنا جينا للمرحلة ديال الملوانات فانا ديما كيجيب ليالله بحلي كلا بفضل المرحلة دي من بعد ما عمرت دوك الكيكات ديالي كامنين بربعة بكريمة عادية بيضا فدبا ديال الكريمة اللي بقاتلي قسمتها كالزليفات وغان بدان عمر كل كل لون بوحدو على اللوينات اللي غاندير انا هنا عندي هاد البلوسيال غاندير واحد الباشح تاوزوين غاندير فيولي فانتوما كيبقى لكم الاختيار هاد اول جميل في هاد الكيكات هادو يعني اي حاجة درتو اي حاجة متوفرة عندكم كيتلعو زوينين يعني ما تعدبوش راسكم معهم بزاف لعبوه بالحويج اللي عندكم انتوما فقط كيجيو زوينين فانا غانستمر على هاتشكل هادا حتى نكمل الكريمة ديالي كلهم اللونهم ونطلقاوا من بعد باش نشوفوا الطريقة ديال زي طبعا بدو اول شكيل اللي هو البلوسيال فعلها الطريقة العادية كان يعني كان عمرو كان عمرو الكيكا ديالنا من الفوق وكان ناخدو شي سباتشولا كتا صغيرة وكان بدو نملسو يعني كان حاولو اننا نحصل على فهي دائما المعلومة ديالكم بدا هاد الكريمة ديال القجدة الطريقة والخوماج او لا تدروا غير القجدة الطريقة ببحدة فما كتعطيش نفس الفينيسيون ديال الكريمة ديال زبدة الكريمة بوغ كتفيني لنا لقعتو حسنيني كاد يجي كي يجي ملسك ما كيبانش لكفيه دوك تقيبات او لا شي دوك تلاعات والهبيطات ما كيبانوش هادي ديال الجوبنة والقجدة الطريقة فهي الديدة ولكن ما كنحصلوش لنفس الفينيسيون ولكن بالنسبة لها ديال كيكا الصغار ماشي مشكل انا هادي ما كنحصلوش لان ما كنحصلوش لنفس الفينيسيون اللي بغيت ولكن كنخدم بها كافة القطوات صغار حسنيني الصراحة لديدة بعد ما كملت الليساج ديالي فاخديت ديال الكريمة نفس اللون ودرتو فبوشا دوي واخديت الهاتش كل هكدا الي انتو ما كيما كتلكم انا كفكرة هنا اخديت الكريمة حمراء ودرت قليبات كنحمق انا القليبات فقديرو شكلة اللي بغيتو هكدا غنستمر على هاتشكل هندير قليبات في الجنب حتى هما صراحة كي جوزوينين يعني باشنا باشنا كنوع من التغيير كي جوزوينين هادويني كي يقدر كي يقول كي يكلهم شخص واحد ما انا ما كان قدرش نكملهم كنضن انهم الجوج ديالاشخاص هندر ديباييت فاده بغندوزو الشكل تاني اللي هو ذاك الشكل باش فالوين ديالو صراحة زوين طلع زوين كي يجبوني هادلي كولوغ باستيلا كالوينة اللي كي يكونوا فاتحين فاكي جوزوينين نفس طريقة غن نديروا الكريمة ديالنا وغن بدأوا اللي سي واكا دوك الحفيرات ودك الشي نعمروهم احنا كان نعمرو احنا كان انا يعني كنخوذو دك الشيلي زايدة عند نفلة سباتول مش مي بش مي مش مي يعنكشناش في الخدمة صافي غنستمروا على هاتشكل هادا حتى كالليسي والغاتو ديالنا مزيان بالنسبة للسيدات اللي يعني كي بغين يخدموا بهذا النوع ديالغات فالصراحة هو مطلوب حيث كيني الناس اللي اني كيكونوا غيجوش ديالاشخاص ولاده يبغيوا قاتو بحال هكا صغير وور قاتو كبير يعني كيبقى غير رضايا فالصراحة هم مطلوبين وتشكل ديالهم زوينة كالقاومين يعني زوينين وكا عندك الاختيار في بزاف دياللي ديزاين يعني اي حاجة اي حاجة طلبوها لك الناس تقدر تديرها فانا غنستمر على هاتشكل هكذا غندير وريضات من الفوق هاد بنسبة اللي دولي استعملت هنفها صغير وورين دك شكل قياس صغير ولي استعملت ماشي الكبار باش يخلو لي شوية اللي اسباس لداخل هنغن ناخد دك الحمراء وثاني وغندير بحال اللي سوغيز هكا جوج جوج حبيبات حمرين بحال شكل ديال اللي سوغيز وغندير لهم دك العريش ديالهم بنفس الكريمة نفس الكريمة بذك اللون البش هادو فقط افكار انتو ما انتو ما كديروا الحاجة اللي كتعجبكم هنا عندير داي بايات حتوهما في الصومون واندو زدابا لشكل الثالث فشكل الثالث انا اختارت انه يكون تام ديال النويل بما اننا قربنا الراس العام بنسبة السيدات اللي بغو يخرجوهم هكذا في الراس العام فانا اعطيسكم فكرة هادي غنخليها ببيضة عاد غنزيين من بعد بلون الاحمر والاخضر نفس طريقة غنكملوه غنليسيو هكا القاتو ديالنا هو الصراحة يعني حاولوا دائما تبتو القاتو ديالكم من تحت بالكريمة باش ما يبداش يلابليكم حيث كيكون صغير ضغيك يتحرك يقدر يعدبكم تبتو شوية بالكريمة من تحت واللوول عاد بدو في الليساج ديال القاتو ديالكم فهدو بعض النصائح اللي كانت تشكر نقول لهم لكم يعني باش ينفعوكم حيث في اللوول يقدر يجيكم الليساج ديالهم صعيب شوية ما غير زعموا الليساج كيبغي غير شوية ديال الزعمة والبخاتيك فقط صافي انبقى انستمر على هاتشكل حتى نقاد دينين حييدة دوكلة ديفوكام اللي كيكونوا في جناب ونكمل طريقة ديال الزين ديالي دا بغن ناخدو هكا بوش اللي درت فيه كريمة حمراء فاللي زوين في الكريمة هاتي فكندرو شوية الكولوغون كيبان ماشي بحال الكريمة الزبدة حيث فيها دهنيات بزاف الكولوغون ما كيبانش لناي لخصنا كيمية كتر الكولوغون فهذه اللي كندرو شوية وكيجي اللون يعني فاقية كيجي اللون باين كيجي دا بالحمر درت شوية الكولوغون غوج اعطاني اللون الخضر كذلك فهذا ولا افونتاج اللي في هذه الكريمة هاتي هنا عندي دا بمبون بلو تيم ديالا راس العام فاقية لسقو مكا بجن بقوا غادين شوية بشوية هنا عندي هاد الاباقل هادو هادو كلا جوي هرات في الدوغي حتى هم اغان نديرهم لسقو مكا هاتشي كي يبغي صراحة الخاطر لي ما عندوش الخاطر غير اعطيل هاتشي تيسع هاتشي كي يبغي شوية تزيل تزيل الخاطر خصوصا انه لقاتو صغير هنا عندي دا زيتوال هكا بالخضر غان نديرهم عليهم دا بغان ندوزو الشكل الرابع والاخير فانا اختارت نديرو بالفيولي نفس طريقة غان نبدو بالليساج دائما من الاحسنت بدو بالفوق وغان نكمل عليها الطريقة هادي فانا حاولت نسرع عليكم الفيديو بش مدجيش طويلة بزاف حيتي لا اخليتوا بالسرعة العادية فغايجي فغايمن الفيديو عجي طويلة بزاف فمني انا وجبت مكياجبنيش نتفرج بشي فيديو اللي طويلة فقلت نسرع شوية كنظن ان المراحيل راه واضحة سوف نكمل عليها الطريقة هادي هندير شوية ديال هاد اللي بايت في الفيولي وعندي هنا واحد الكوغني اللي درت فيه شكولات دايب وغتكتبوشي حاجة ايني كتكتبوشي حاجة انا غنكتب جوتين مامون وكنقول لها من هاد المنبر كان بغيك بزاف الله يحفظك لينا وشكرا بزاف لتشجيع ديالي فصراحة مسكينا هي اللي ولك لقاك تفرج لي في الفيديو اول تعليق كيكون ديالها فالهلا يخطيها عليها ولهلا يخطيها لكم الامهات ديالكم والله يحفظهم لكم جميعا واللي الام ديالها متوفية الله يرحمها والله يجعل لها الباركة في كل عزيز عندها سوف نكمل على هاد الطريقة هادي هنا انا اختاري تصفر سوف ندير نقيطاتها كده بصفر هذا هو الشكل نهائي ديال سوف ندير قليبة وثاني الشكل نهائي ديال اللي قاتوا ديالنا هو هادا صراحة كيجيو زوينين يعني ما تقدرش تاكلهم تفقا غير تشوف فيهم كيجيو زوينين وحلوين فان شاء الله تجربوهم يعني راه ساهلين وخا يقدروا يباليكم فيهم بزاف ديال المراحيل وبزاف ديال المراحيل ديال المراحيل ديال تزين ولكن رائم في وقت بداوين تكون عندكم الميزون بلاس ديالكم يكون كوشي مصاوب راه دغير كتساليوهم كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم الفيديو ديال اليوم وصلت نهاية ديالها كنتمنى ان الوصفة تكون للإعجاب ديالكم وكيف ما ديما ما تنسونيش من الدعم ديالكم درو لايك الفيديو وتقابونا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا ودمتم بخير وعلى خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة